بالنسبة لي السور الأفريقي كانت بطولة يعني بالنسبة لي من أسعد لحظات حياتي يعني حتى لعبت سور أفريقي ولعبت في الدوري بس بالنسبة لي فرحة السور كان لها طعم مختلف غير بطولة مؤهلة الكاسئية طبعا طول الدوري دي أهم بطولها في الموسم بس السور الأفريقي ده كان عليه كلام كثير التدعمات إن زمارك لو كسب هيرجع يبدأ تاني يعمل سيطرة وبتاع فاحنا لقى المطش ده فرق معنا جدا وفرق معنا نفسيا فبالنسبة لي بصراحة السور الأفريقي كان أسعد يعني من أسعد لحظات حياتي يعني نروح للدوري فاينال الدوري الأعلي كاسي الموارد التانية خسارة في الموارد التانية خسارة في الموارد فاصلة ديفيد ديفيد تحنيدة قال لكم إيه بعد نهاية الموارد التانية ديفيد من قبل قصة ما نبدأ قال لي نحن نعمل له حسابكم نحن نقلع على الثلاث مطشات محدش يحط في دماغه إن إحنا يلا مطشين نحن نكسبه ونخلص الدوري لا أنتو بتلعبوا فرقة كبيرة وفرقة عندها لعبة كويسة فأنتو عمله حسابكم إن إحنا ممكن نكمل لحد ثلاث مطشات فبعد المطش التاني لما خسرناه هو تكلم معنا تكلم معنا بهدوب لأن مفيش وقت أصلا إن إنت تعمل حاجة وكان خلص يومين وتلعب المطش التالت قال لنا ما فيش مشكلة خالص إحنا دلوقتي واحد واحد زي ما عمنا عندهم فرصة دي فرصة لنا إحنا لسه عندنا فرصة إن إحنا نكسب الدوري هنكمل زي ما إحنا ما فيش أي مشكلة وتعامل معنا نفسيا بشكل كويس جداً وهيئنا نفسياً ما ببقاش في وقت إن إنت تتمرن طبعاً أنت أوردي خلاص أنت تواصل لمرحلة في البيج بتاعك في أخر الموسم ومتمره وكويس وكان كل تحضير وتحضير نفسي فهو هيئنا نفسياً بصراحة كويس جداً وتعامل معنا نفسياً بشكل كويس خلانا نسلين المطش التالت من الارتحين وعندنا سرقة إن إحنا نكسب الحمد لله يعني قدرنا إن إحنا نكسب آخر المطش